للقوات الكويتية المشاركة نقل من خلالها تحيات وتقدير حطرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه ملا وعبر معاليه في كلمة بقوله إننا اليوم نفتخر ونعتز برجال الجيش الكويتي البواسل المشاركين في عملية عادة الأمل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تربطنا معها روابط تضرب بجذورها في عمق التاريخ المشترك للبلدين من رابطة الدم والأخوة والمصير المشترك وما دور القوات الكويتية المشاركة اليوم إلا استكمالا لدورها التاريخي في مساندة ومشاركة إخوانها في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية فواجب نتجاه المملكة العربية السعودية هو واجب نتجاه وطنه للكويت وكان يرافق معاليها أثناء زيارته آمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح وآمر القوة الجوية اللواء الركن عبدالله يعقوب الفودري ورئيس هيئة مكتب معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي ومدير الاستخبارات العسكرية العميد الركن فهد محمد للطريجي هذا وقد عاد مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى البلاد عصر اليوم وكان في استقباله وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ورئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء إبراهيم سالم العميري وعدد من كبار الضباط